الاندية كتاني فريق جماعة او تالت فريق جماعة اهل يوم جميل جدا طبعا والحقيقة النهاردة انا استمتعت بمشاهدة المباراة صحيح يعني بقى لي برضو كتير احيانا كرة القدم بتبقى هي الوغدة مش احيانا اه هي غالبا اللي بتبقى وغدة الاهتمام بس الحقيقة مع متابعتي لفريق الطايرة خلال البطولة وقبل كده حسيت انه ممكن نهاردة يعملوا حاجة يعني كبيرة وكان الجمهور اللي هو نقدر نقول احد العوامل المهمة جدا ايه في تحقيق الانتصار ده طبعا النادي الاهلي كسب كل ما تشاطه ولم يخسر اي شوط اه يعني كلها 3-0 صحيح من بداية البطولة الجمهور بقى كمان كان ندور وكان متفاعل جدا مع احداث المباراة يعني في بعض اللقطات كده تحس انه الجمهور مستمتع جدا باداء لعيبة النادي الاهلي طبعا بنوجه لهم التهنئة ويعني بنقول ان ده يعني نتيجة جهد كبير جدا من الجميع بداية من الادارة كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته وكمان في حاجة جميلة جدا حصلت النهاردة اثناء مراسم التكريم او تسليم الكاس يعني اللي هي انه كان الاستاذ محمد الدماطي هو اللي في الصورة ده اللي بتشوفنا الحياة ده شيء برضو ما عليش كابتن يعني منظم ومرتب الى ان تم استدعاء الكابتن محمود الخطيب للمشاركة لكن الاستاذ محمد الدماطي باعتبار انه هو رئيس اللجنة المنظمة بازيل بطولة هو اللي لازم ياخد الصورة كاملة ثم بعد كده حضور وده دايما حضراتكم دايما تقولون هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي واي حد تاتي عشان كل حاجة مترتبة صح يعني كل واحد عارف دوره ايه وما فيش حد يعني بيتجاوز دوره فدي حاجة محترمة جدا ونتمنى ان شاء الله طبعا لان ده يعتبر هو الفريق الثالث اللي تآهل الى كأس العالم للاندية بعد اليد الطيرة ثم كرة وكرة القدم طبعا في كأس العالم للاندية تواجد على المستوى العالمي مشرف جدا وانا بقول انتوا لسا ما بحستوش انتوا قلت في الفاتر لا انا اه انا قعدت دورت الحقيقة النهاردة بس ملحقتش اكمل بيت هي بقى حنفضل ندور بس مبدئيا مبدئيا لا بس ما نقولش معلومة خطئة ماشي لكن مبدئيا الاحتفال بان النادي الاهلي هو المشرف جدا للرياضة المصرية وليس كرة القدم فقط حاجة محترمة وتستحق التصفيق والفرحة اللي بعثوها النهاردة في جميع جماهير الرياضة المصرية ماشي تبقى اول من شركة اللي بفرحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر